السلام عليكم الله للعبد ألا وهو محبة الرب جل وعلا لك أيها الإنسان ألا وهو محبة الله لك أيها الأخت فالحمد لله فمحبة الله فمحبة الله أحبابي الكرام هي المنزلة التي فيها يتنافس المتنافسون وإليها يعمل العاملون إليها صمر الصابقون وعليها تفان المحبون وبروح نسيمها تروح العابدون فهي قوت القلوب وغذاء الروح وقرة العيون وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه الأسقام واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وألم وهي الروح الروح الإيمان والأعمال وهي روح من جنة النعيم والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه فاللهم اجعلنا من أحبابك ومحبة الله أحبابي الكرام لها علامات وأسباب كالمفتاح للباب ومن تلك الأسباب أول شيء أحبابي الكرام أول شيء أخوات الكريمات اتباع هدى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه جل في علاه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور والرحيم وقال رب جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فصوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ففي هذه الآية أحبابي الكرام ذكر الله تعالى صفات القوم الذين يحبهم وكانت أولى الصفات اسمعوا جيدا وكانت أولى الصفات هي التواضع هي التواضع وعدم التكبر على المسلمين التواضع من تواضع لله رفع أحبابي الكرام التواضع وعدم التكبر على المسلمين وأنهم أعزة على الكافرين فلا يذل لهم ولا يخضع وأنهم يجاهدون في سبيل الله جهاد الشيطان والكفار والمنافقين والفصاق وجهاد النفس وأنهم لا يخافون لوم تلائم فإذا ما قام باتباع أوامر دينه فلا يهمه بعضها من يسخر منه أو يلومه فإذا كنت تتبع أوامر دينك وتتبع سنة نبيك فلا يهمك من يسبك ويشمك ويبغض فيك ويكرهك فهذه كلها تزول فأنت مكلف بإصلاح نفسك فقط فأصلح نفسك فقط أصلح نفسك وأصلح من حولك إن استطعت فأنت مكلف بإصلاح نفسك فلا يهمك من يسبك ويشمك نهائيا القيام بالنوافل قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ومن النوافل نوافل الصلاة والصدقات والعمر والحج والصيام والله ولي التوفيق الحب والتزاور والتباذل والتناصح في الله وقد جاءت هذه الصفات في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال حقّت محبتي للمتحابين فيه اسمع جيدا يا من تكره أخاك المسلم حقّت كلماتي حقّت محبتي للمتحابين فيه وحقّت محبتي للمتزاورين فيه وحقّت محبتي للمتباذلين فيه وحقّت محبتي للمتواصلين فيه الله أكبر ومعنى المتزاورين فيه أي أن يكون زيارة بعضهم لبعض من أجله وفي ذاته وابتغاء مرضاته ومن محبته لوجهه أو تعاون على طاعته وقوله تبارك وتعالى والمتباذلين في أن يباذلون أنفسهم في مرضاته من الاتفاق على جهاد عدوه وغير ذلك مما أمر به الإبتلاء فالمصائب والبلاء امتحان للعبد وهي علامات حبّ الله له إذا هي كالدواء فإنه وإن كان مرّا إلا أنك تقدمه على مرارته لمن تحب ولله المثل الأعلى في الحديث الصحيح إن عظم الجزاء من عظم البلاء إن عظم الجزاء من عظم البلاء وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحبين فيه ونزول البلاء خير للمؤمن من أن يدخر له العقاب في الآخرة كيف لا وفيه ترفع درجاته وتكفر سيئات اسمع يا من أصبت بالعين والحسد والسحر اسمع يا من ضاقت عليه الدنيا بما رحبت اسمع لعظم البلاء ونزول البلاء خير للمؤمن من أن يدخر له العقاب في الآخرة كيف لا وفيه ترفع درجاته وتكفر سيئاته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة وبيّن أهل العلم أن الذي يمسك عنه هو المنافق فإن الله يمسك عنه في الدنيا ليوافيه بكامل ذنبه يوم القيامة فاللهم اجعلنا من أحبابك فإذا أحبك الله فلا تسل عن الخير الذي سيصيبك والفضل الذي سينالك فيكفي أن تعلم بأنك حبيب الله فمن الثمرات العظيمة لمحبة الله لعبده ما يلي أولا حب الناس له والقبول في الأرض كما في حدث البخاري إن إذا أحب الله عبدا ندى جبريل إن الله يحب فلالا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلالا فأحببه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض ثانيا أحبابي الكرام ما ذكره الله سبحانه وتعالى في حدث القدس من فضائل عظيمة الحق أحبابه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ومن تقرب إلي عبدي بشيء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يغصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولإن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته الله أكبر فاللهم اجعلنا فاللهم اجعلنا من المتحابين فيه اللهم اغفر ذنوبنا وارحمنا يا رب العالمين هذه علامات تجعل الله عز وجل يحبك فاعمل بها وأسأل الله العفو والعافية والرحمة إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبكم في الله والسلام عليكم